يخوض المنتخب الكرواتي مواجهة صعبة حين يواجه نظيره الياباني مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثمن النهائي لمنديالي قطر 2022 وتسعى كرواتيا لتخطي اليابان من أجل التأهل للدور الربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد أن تأهلت بصعوبة للدور الثمن النهائي واحتلت المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة خلف منتخب المغرب المتصدر في حين يحلم المنتخب الياباني بالفوز في اللقاء ومواصلة المفاجآت لحدز المقعد في الدور الربع النهائي المرة الأولى في تاريخه وكانت اليابان قد حققت مفاجآة بانتزاع صدارة المجموعة الثالثة بالانتصار على منتخبي إسبانيا وألمانيا فيما تلقت هزيمة وحيدة أمام كوستاريكا